اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانا بتفرج انا راجل اللي يعني مفهمش فنيات الهندبول قوي لكن اشعر نحن نبقى متقدمين وثلاث اربعة دقائية اللي اخبطونا يهددوا المباراة وانا باخد بالي بقى شوف لما يبقى واحد فاهم مش فاهم اللعبة فاهم الجيم الجماعة بيمشي ازاي نبتدى بقى اللي عايز يعمل هالي كده واللي عايز يعمل هالي كده واللي مستعجل واللي عايز يعمل مش عارف ايه مجموعة من القارات اللي فيها عشوائية وعدم تركيز وفردية نلاقي نفسنا يلمطش بيهرب مننا بنكسب بنلحق نفسنا بالعافية وكنا نستطيع نفوش بالست بطولات وخلي بالكم وده انا هقولك مثل جميل فيها احنا بنسعى لكل البطولات الاهل يحاسب على كل البطولات تعرف احنا استاذ ابراهيم ما بنيجي نلعب عارف طريقة الحساب في الجنباز والفروسية انت اللاعب يخش عشرة من عشرة مع العشرة نمر مع كل غلطة يخسم له يفقد يفقد نقطة اللي ما عندوش اخطاء هو اللي بيكسب اقل واحد اخطاءا هكذا وحسب الاهل مش زال باقي انك من مكاسبك تتراكم وتوصل للبطولة لا الاهل معياره عند الجماهير والنقاد وعلى مستوى حتى اللي ما بيحابوش بيعيرك بديه ياللي معرفتش تكسب كل البطولات ياللي خسرت مش عارف بطولة ايه ياللي لعبت ووحش بس كسبت ياللي الشرط التاني ياللي مش عارف ايه ياللي مش عارف ايه انت دائما تحسب على عدم الكمال حلوة دي واخد بالك فكابتن لا انا تأملت لقيت الرسالة اللي تقالت في كورة اليد للرجال اهو صورة من التكريم عشان ما نكررش الكلام كتير بس اهو هي تنفع كتالوج لكل حاجة اهو فالإشاد خلصنا ودي العتاب ليه بيحصل كده وانتوا تقدروا قالوا عارف انا مش عاطبكوا اقول لي لو كنت حاس انكوا تقدروا ايهو انكوا تحققوا كل بطولاتوا وبعدين حذرهم بقى قالوا خلي بالكوا السنة الجاية مش هتبقى زي السنة دي هتبقى أصعب بكتير اهو لان وانا بكسب الدرس بقى ايه لازم عيني على المنافس او المنافسين كلهم شايفين ان الاهلي لازم يتم الاستعداد له بطريقة مختلفة اهو انت مش هتقابل المنافس اللي قابلته السنة دي هتقابل المنافس اصعب في كل الفرق نسخة اصعب ايه هنا التنبيه والتعذير وهنا النظرة المستقبلية اللي تخليك متنبه انك انت ما تفقدش الارض اللي بتكسبها لازم تمشي خطوة لقدام فتيجي الكلمات كلها في استعاب رائع جدا من الافراد كل واحد لوحده ما تفقوش مع بعض اسم عدا يقولك ايه بس احنا السنة الجاية بقى السنة انا كسبنا ثلاثة اللي فاتت السنة ده اربعة السنة الجاية مطلبين بقى اكتر من الاربعة حتى المدرب ديفيز اللي ارجو ان يستمر سامع كده اشاعة يا ربي ما تكون صح انا فيه فرقة اوروبية بتغازله يعني ولكن احنا عتعودنا على الاخبار دي اه نكمل تجربتنا معاه لان الفرقة بدعم خفيف قوي حتقدر تتنقل في حتة برا المنافسة اه قدراتكم بتقولوا انكم متغسروش بطولات لما تطبق الكلام ده هتجدين فعل الكورة تكسب بطولات انت بتحاسب يقولك التلتاشر انقل فكر في اللهم ايه خلاص اللي جاي البطولات بتاعت حضراتكم بقت في الدولاب انتوا محققتوش حاجة الحساب من اول السنة الجاية اه ده اللي بيخليك ده وفعك تجد ثقافة تانية خالص ثقافة تانية واللعيب يفضل تحت هذا التحدي المستمر مع نفسه والتاريخ بتكتبوا لي لا ليه بس انتوا بتكتبوا نفسوكو وتستحقوا تكتبوا نفسوكو لانكو عندوكو القدرة يعني هم مش بيعاتبهم ده بيعاتبهم يحفزهم يعني حتى العتاب محفز حتى التحذير محفز عايزين نتنبه كلنا الى ان هذا شأن النادي الاهلي في كل البطولات حتى لما تيجي تفكر انت في الانشئات بتعمل ايه انت عمل تعلي على نفسك تصلح الفروع تفتح فرع جديد لا اخش على الحلم طيب